مع استمرار الأزمة النفطية وتقلص الموارد المالية لجزائر يستمر تجميد الحكومة للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعات التقليدية والحرف ما دفع بوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عبدالوهاب نوري إلى دعوة حرفيين بالتوجه لسياغ الدعم الأخرى كأنساج وأنجام لتكوين مؤسسات صغيرة ومتوسطة وذلك بمناسبة اليوم الوطني للحرفي الإصلاحات التي باشرتها الحكومة والتي ترمي في مجملها إلى رد الاعتبار للنشاطات الصناعة التقليدية والحرف من خلال مختلف أنواع الدعم التي تم تسخيرها مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لونساج والوكالة الوطنية لتشغيل القرض المستغر لونجام الحرفيون أكدوا أنهم لم يستفيدوا من دعم الصندوق الوطني لدعم الصناعات التقليدية منذ أزاد من ثلاث سنوات لا اليوم لا صندوق مغلق لا صناعة تقليدية الفنية لإنتاج المواد للخدمات الآن في حالة نسيدات يعني ما رأى صندوق ربما في ميقس سياسة تقشفه ونشوف وراءها مغلق لمستوى ولاية أمباقي كيل الكثير اللي استفاد منه وكان بعث البعض الحرفيين وحتى المبتدئين كان يعني منطلق جيد بالنسبة لهم لكن للأسف توقف هو موقف مؤقتا ما توقفش بصفة نهائية نتمنى أن يعود ويتلقوه من دارة جديد نحن نطلب من فخمت الرئيس الجمهور إعادة فتح أو تموين هذا الصندوق لسعي أكثر لترقية وتنمية وتطوير قطاع الصناعة التقليدية أزد من مليار دينار خصصتها الحكومة للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعات التقليدية والحرف خلال سنة 2013 وذلك قصد الحفاظ على حرف الصناعات التقليدية غير أن كثير من الحرفيين الذين يفوق عددهم أربعة آلاف حرفية لم يستفيدوا من هذا الدام رغم تعويل حكومة على جعل قطاع الصناعات التقليدية قطاعا تنافسيا قادرا على خلق الثروة وتنويع الصادرات